بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزة عظيمة جدا من كل السنة لعلم أكثر الناس روى الإمام الاستعلبي من كبار علماء التابعين وأيضا الإمام الزمخشري في الكشاف الإمام الاستعلبي روى هذا الحديث في كتابه الكشف والبيان وزمخشري في كتابه الكشاف وروا أيما الإمام الواحدي في كتابه الوسيط والإمام ابن ماردوي في كتابه آلي عمران من حديث أبي بن كعب عن زر بن حبيش من عماء التابعين عن أبي بن كعب رد الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القدر وأعطي من الأجري كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر من قرأ سورة القدر وأعطي من الأجري كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر طبعاً السواب عظيم جداً. لماذا أقول لحظتكم الكلام هذا؟ لأن احتساب الأجر كما قلت سابقاً له فضل عظيم. ومعرفة السواب له فضله هو فضل عظيم. ودرابت لحظتكم مثل لأن احتساب الأجر واستحضر السواب أثناء العمل واحتسابه له فضل عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من عمل عمل أن يحتسب وأجره عند الله فهو حسبة الله عند الله. يعني ما يحتسب؟ يعني يعني عارف السواب فعمل يحسبها. مثل الإنسان يحسب بالقلم ومورة المرتب بتاعه. اللي بقى عمل عمل يا رب عشان تديني السواب. لأنه لما يكون واحد يعمل العمل وهو مش عارف السواب أصلاً خالص. يعني واحد يقرأ الصورة عشان يأخذ بكل حرف عشر حسنات. واحد يقرأ الصورة عشان يأخذ السواب ده. يتعشف ربنا ان يؤدي له السواب ده. لكن واحد مش مصدق. كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من سميع بحديث. فيه فضيلة عن الله. فلم يؤمن بها او لم يصدق بها حرم السواب يوم بالقيام. ما عندكش يقين ما انتش مصدق. وقلت لحضراتكم قبل كده. الحديث اتنين اللي تساوت حسناتهم. واحد رفع للفردوس الأعلى والتاني حرم. فاللي حرم يقول يا رب. رفعت اخي هذا اللي فردوس الأعلى حرمتني. قال له انه كان يدعوني في الدنيا بهذا. يعني هو كان دايما بيطلب مني ان ادخله الفردوس الأعلى. اعطيتوه سؤلة. وانت كنت بتقول لي يا رب نجيني من النار فنجيتك من النار. ما قلت ليش ليه. ما قلت ليش ليه ان انا عايز اخش للفردوس الأعلى. شوف الدعاء بيعمل ايه. فمعارفة السواب. واحتساب الاجر. واستحضر السواب العمل. وانا بعمل العمل. بمثابة دعاء. بمثابة دعاء. لان انا بقول بعمل العمل. وانا متعشن في ربنا. واستحضر للسواب في قلبي. يقول ربنا سبحانه وتعالى ما يكسفنيش. ويديني السواب. فهو ده الفرق من اللي عارف وانا بيش عارف. كل هلا يسوي الذين يعلمونا. والذين يعلمونا. احتساب السواب. ولا تستمعوا لمن يضعف الاحاديث. ما احناش اعلى من الامام السعلبي. اللي ورد في القرن الاول الهجري. ولا الامام ابن مردوي. ولا الامام الوحدي. ولا ام كبار. سيكون في اخر الزمان. تجذيب الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واندصار للعلم. فمش مختنع. ما تحر. ما تعملش. ما تستمش الاكل. انا هكتب لكم الاحاديث. هكتب لكم الكلام ده في الوصف. انساقوا على هذا الكلام. ما تعملش. اقول هذا. استخفر الله لكم. موسيقى. موسيقى.